موسيقى جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر ولنثا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل تعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية آلها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس صدق الله العظيم نحييكم سيداتي وسادتي من القصر الملكي بالرباط في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة للعالمين وهي مناسبة تطمئن فيها القلوب إلى ذكر الله وتتطهر النفس بأجوائها الروحانية العطرة في هذا الشهر الكريم يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية لهذه السنة وسيلقي الدرس الافتتاحية السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع إسهام النساء في بناء ثقافة الإسلام الروحية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهديد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا وإن من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد إسهام النساء في بناء ثقافة الإسلام الروحية انطلاقا من قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الآية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الكرمين مولا يا أمير المؤمنين لقد تفضل جنابكم الشريف بالإذن لخديمكم هذا بالكلام حول روحانية المرأة في الإسلام ويشهد الناس أمام الله أن نتكرمكم للمرأة بالاعتبار والحقوق والتمكين في جميع الميادين وفي مقدمتها تأثير الدين هو المظهر الأسماء لرعاية هذه الروحانية التي هي إرت من إرت جدكم المصطفى عليه أفضل الصلوات وأشكى السلام مولا يا أمير المؤمنين يذكرموا الرخوس سيرا النبوية أن بعض النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلها أم سلمة حسب رواية النساء وأحمد قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال وكان التصور أن يجيبها صلى الله عليه وسلم بأن الخطاب القرآني كله ما لم يخصص موجه إلى الرجال والنساء على السواء غير أن الجواب عن السيدة السائلة رضي الله عنها جاء من السماء إذ نزل قوله تعالى من صورة الحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين لله كثيرا والذاكرات أعضى الله لهم مغفرة وأجر عظيمة إن هذه الآية حكم بالمساواة في التأهيل الإله الروحاني للرجال والنساء مساواة في التعبد أعمالا وأحوالا وفي طمرة التعبد وهي المغفرة والأجر العظيم وبهذا الحكم لا يحتاج نساء الإسلام لمن يتكلف الدفاع عنهن في باب المساواة المعيارية أما الواقع التاريخ الذي عاشته النساء فامسئولية على البشر الفاعلين في التاريخ وكل نقص أو تنقيص فيه مرضه إما إلى القصور في الاستماع للوحي وإما إلى التأسف في تأويله وصنبصت هذا الدرس يا مولاي في مقدمتين وأربعة محاور المقدمة الأولى في شرح المقصود بروحانية الإسلام والمقدمة الثانية في بيان الشروط التي هي أبيها الإسلام لإمكان تحقق النساء بروحانيتين المحور الأول في حضور النساء في عهد التأسيس المحور الثاني في إسهام النساء في عهد التخصيص المحور الثالث في مآل روحانية النساء في عهد التكريس المحور الرابع في معنى الحديث عن روحانية النساء في الوقت الرهين المقدمة الأولى لم ترد في القرآن كلمة روحانية إنما وردت كلمة دين غير أن للروحانية مفردات كثيرة في كتاب الله تدور عن الخوف والرجاء وعلى الصلاة والذكر والتدبر والدعاء ولكن الآيات القرآنية التي تشرح من الدين ما يتعلق بالغرض الذي من أجل يخلق الإنسان وبعث الرسول عليه السلام تبين أن الروحانية هي آفاق التحقق بالدين تحققا تؤهل له الفرائد وتقرب منه النوافل وسائل الخيرات إن كلمة روحانية في عصرنا تترجم كلمة سبيرتواليتي كما تستعمل عند أهل الأديان الأخرى غير أنها في الإسلام هي في نفس الوقت أصل جوهري وأفق اكتمالي وليست مسارا مستقلا أو بديلا ولتوضيح ذلك نبدأ بقراءة قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الله في ضلال مبين وانفهموا منه أن الحاجة إلى بعتة الرسول تكون بعد وقوع الفساد الأمر الذي يجعل المبعوث في موقف طبيب يشخص المرض ويصف الدواء وإذا كان الدواء أربعة أصناف مثل ما جاء في الآية أي تلاوة الآيات والتزكية وتعلم الكتاب والحكمة فإن الوصول إلى الصحة الروحانية لا يكون إلا بهذا الدواء متكاملا ولكن العنصر المركزي في الدواء هنا هو التزكية وهي التمرين على الاستعداد الباطني للاستماع للآيات وتعلم الكتاب والحكمة وكلما نقص هذا التمرين كانت النتيجة هي ما نراه من التناقض بين الانتماء وقلة الحمل وقد وصف أقوام في التاريخ بأنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم نقف عند قوله تعالى قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثلون الحياة الدنيا وللآخرة خانوا وابقى إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فنجد التزكية مرتبطة بكلمة مركزية أخرى هي الفلاح ومعناه في تعبير اقتناء النجاح كما يظهر في هذا القول الإلهي ارتباط هذه الحياة الأولى بالحياة الآخرة بعد الموت تتدخل الآخرة في الأولى لا لنفيها وتبخيصها ولكن لتقيم ميزان لاعتدال نظرا لما خلق في الإنسان من الميل لكسر هذا الميزان ولا بد من التوقف عند صيغة الفعل تزكى لأنها تقرر مسؤولية الإنسان ذكر أن كان أم أنت في القيام بهذا المجهود الذي يوصف في الطرات الإسلامي بالجهاد الأكبر والذي به يتحقق السلم بين الإنسان ونفسه وبينه وبين غيره وهي حقيقة سبقت قرير مضمونها في صحوف إبراهيم وموسى والسؤال المترتب عن هذا التقرير هو الآتي من أي شيء يا ترى تنبغي التزكية أي التطهور وأين يكمن هذا الشيء المراد التحرر منه نجد الجواب في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فنعلم أن هذه الآلية التحويلية وهي التزكية تشتغل على النفس لتخلصها من الشح والنفس فضاء باطني في الإنسان ولما كان الشح ضد العطاء فإن الفلاح يكون بالتحلي بالعطاء والإنسان بصفة عامة واعن بوجوب هذا الميل في نفسه لذلك نسمع من الناس العاديين في وقتنا من يستعمل عبارة التهديب الذاتي لترافايس يرسواء وهذا التهديب يستنفر الشعور الذي به يخرج التديون من طقص إلى سيرورة استشفاء ولقد درس صاحب كتاب الاهتمام بالذات لسوس دسواء فكرة محاسبة النفس في فكر الإغريق والرومان وما لها من مظاهر قانونية وطبية وتدبيرية وهو اهتمام يدور على ضبط مد النزوات والاكتفاء بالقليل أما محاسبة النفس في الإسلام فهي في مقام الجهاد الأكبر ففي قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بيان ما هو أعظم من مجرد النزوات وهو مرض القلب بالطغيان الذي هو من مظاهر الشح الكبرى وهو حالة لا يداوها العقل المجرد إذا لم يصاحبه الخوف من مقام الله بنهي النفس عن الهوى إنها الخشية المرتبطة بتوحيد الله في الضمير والتي بها يتم التحرر الحق من جميع المخاوف الأخرى وفي قوله تعالى أرأت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة يظهر خطر الهوى في التشويش على جوهر الدين وهو التوحيد لأن الضغط أو الجاذبية التي تمارسها النفس على الإنسان تجعل التعلقات ومنها التملكات والأغيار بجميع أنواعها تنتصب آلهة في حياة الإنسان من دون الله وهكذا نخلص إلى القول بأن روحانية الإسلام هي التحقق بالتوحيد بإعمال التزكية لتطهير النفس من الهوى من أجل التحلي بخلق العطاء المقدمة الثانية في الشروط التي مهد بها الإسلام للنساء للتحقق بروحانيتهم لاش كأن الكلام عن النساء في اقتنى الحاضر يدور حول الحقوق فما هي علاقة يا ترى بين الحقوق وروحانية الإسلام يشترك الرجال والنساء في التكريم الإلهي الأصلي وفي تأهل المقامات الروحانية كما رأينا ولكن نظر رجل المرأة كان يصوغه عاملا تقافة البيئة من جهة وتصورات تصربت إلى المسلمين من تقافة الحضارة القديمة من جهة أخرى فمن هذه التصورات أن المرأة أداة لتضليل الصالحين في ارتباط بالغريزة الجنسية وترتبع عن هذا الاعتقاد على حد قول الدكتور هيتم الخياط ترحيل المرأة من عالم الخير إلى عالم الشر والزعم أن ذلك بدأ بإضلال الإنسان الأول ومعلوم أن الإسلام لا يحمل المرأة مسؤولية ذلك الهبوط وإن كنا إلى اليوم نرى في جدران بعض المحلات عندنا رسوماً تمثل آدم وتمثل حوى وهي تطمنطق بأفعاد حتى شجرة التفاح إن هذا الفهم قد تسلل حتى إلى عقلية بعض الفقهاء فوجدوا له مصطلح الفتنة بمعنى تحريف الإنسان عن الطريق السوي أما ما قرره الإسلام اجتهاد فيه فيقوم على أن العلاقة بين الزوجين تنطلق من المحبة بين الله والناس والمحبة بين الناس فيما بينهم دمن مساوات في أصل الخلقة فقوله تعالى يايو الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبالتمنهما رجالاً كثيراً والنساء ورد له تفسيران الأول أن آدم خلق من حوى ويسهد له بالحديث والتاني أن حوى قد خلقت من نفس جنس آدم وليست مخلوقة من آدم أما وجوه المساوات في أمور الحياة فتتجلى في المسؤولية وفي الولاية العامة وفي ممارسة العمل المهني وفي الأجر وفي حق طلب العلم وفي الأهليات القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج وفي العمل المنزلي وفي المشاركة في المناسبات أما بالنسبة للإرث ففيه عشرون حالات أربع حالات تريت فيها المرأة أقل من الرجل وسبع حالات تريت فيها مثل ما يريت الرجل وتريت أكثر من الرجل في عشر حالات وتريت في أربع حالات لا يريت فيها الرجل قط بعد تعريف الروحانية وشروط التمهيد لروحانية النساء نذكر أن المقصود بإسهامهن في البناء هو الإسهام مثل الرجال ترقيا وفهما وتحليا وتعبيرا لإعطاء النماذج للآخرين من الرجال والنساء على السواء لأن الرجال والنساء على السواء تحلوا بالروحانية بقدر ما تحيروا أمام آيات الله في جلاله وجماله على من والي قول القائل زدني بفرط الحب فيك تحيرا ورحم حشا بلضا هواك تسعر بعد هذا نأتي إلى المحور الأول في روحانية النساء في عهد التأسيس وينطبق على العصر النبوي ويتميز بنزول الوحي وتحقيق مضمونه بالتزكية بفضل الحضور النوراني لسيد الوراء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وفكرة المحبين أنه صلى الله عليه وسلم نموذج الإنسان الكامل فلا سبيل لملامسة روحانية الإسلام لمن لم يعظم صاحب الخلق العظيم فتأثيره طربوي نوراني لأنه لم يكن يخاطب العقل وحده فقد جعله الله أسوى وجعلات اتباعه شرطا في محبة الله حتى لا ينجرف الناس في روحانية جوفاء أو في أحوال جذب بعيدة عن رصانة السالكين وقبل ذكر حضور النساء في هذا المشهد لا بد من النشير إلى أن الإسلام مشروع شامل كوني أبدي للسلم فإبراهيم هو الذي وفقه الله لتسمية المنخرطين في هذا المشروع بالمسلمين ولذلك فالنساء المذكورات في القرآن مع الأنبياء منذ عهد إبراهيم أسهمنا في هذه الروحانية بعطائهم فهؤلاء صنف بمن سنذكرهم والنساء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف والصحابيات صنف ثالث فمن الصنف الأول صار زوجة إبراهيم الأولى أول من آمن بشريعته قاومت إغراء ملك مصر رزقت بإسحاق معجزة وهي طاعنة في السن هكذا ارتبطت بمصير نبوي وبتصرف رباني على ذرب المعجزات ثم هاجر زوجته الثانية ارتبطت بمصير روحاني لما صارت من لإسماعيل فقد ألهمت سعيا يشكل إلى اليوم أحد مشاعر الحجي العمره وبتضرعها نبع ماء زمزم وصبرت الحكم الله لما كاد أن يدبح الصبي ثم ليا بنت النبي شعيب التي تزوجها موسى بصرت بنوره ومصيره وطلبت من أبيها خطبته وقبل موسى مهرا لها أن يخدم أباها عشر سنين وهاجرت معه وكانت قريبة من الجبل والنار والتجلي ثم بالقيس ملكة اليمن صاحبة مشاريع العمران وأول من أقام البرلمان وصل خبرها إلى معاصرها النبي الملك سليمان فوفدت عليه ولما كانت منصفة عادلة روحانية قالت إني أسلمت مع سليمان رب العالمين فتبين من مثالها أن الروحانية بعمل الخير والتدبير والتباع الحق وليست بمجرد التعبد في الصوامع ثم زليخة مرأة ملك مصر المعروف بالعزيز تبنى زوجها يوسف تبنى زوجها يوسف عليه السلام ويقال إن زليخة ابنة ملك مغربي وقد عاشت زليخة روحانية المرأة الشديدة الإحساس بالجمال سيما إذا كان مثل نور يوسف وليست لها بد لا في خلقه وليست لها يد لا في خلقه ولا في تأثيره ثم مريم بنت عمران أم عيسى كلمة الله حملت به في أكبر المعجزات فكل نطفة تحمل بها امرأة عادية إلا وتلبس في طور من الحمل روحا هي من الله إصلا من ذلك النفخ الأول ولكن حمل مريم ليس من نطفة رجل إنما تسامتها النساء في أهلية حمل الروح والروحانية إن قصص هؤلاء النساء لها حضور في الأدبيات الروحانية على نطاق شعبي واسع لا سيما في المجال الممتد بين البلقان والبنغال وذلك لما لها من رمزية وما فيها من عبر إخلاقية وقيم جمالية أما نساء بيت النبوة فنذكر من هنا خمسا والدته آمنة بنت وهب رضي الله عنها عرف عنها ترددها في الصغر مع أبيها الحرم بمكة ورصدتها الفراسة في علاقة بالنذير المرتقب ولا تغيب عن الاعتبار ملابسات زواجها المحمود بعبد الله المتوسى من نور صلبه ولم يقضي الزوج مع آمن العروس سوى أيام معدودة حملت اثناءها بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم صافر في ركب من تجار بعيدا في رحلة لم يأتي منها سوى خبر وفاته فكل حدث في هذا المصير ينطق ببعده الروحاني البليغ خديجة بنت قويل رضي الله عنها ذات العفة والمال والأعمال خادمة القضر المقدر في مرحلة بعتة نبي ينتظره الزمان فقد رغبت في محمد على أساس أمانته وكانت تكبره في السن ولد له منها وسمعت بشائره وحضرت نزول الوحي عليه برجفته وعبته عزرته وكانت أول من أمن به وتبتته توقا بروحانيتي وهي تقول والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكال وتكسب المعدوم وتقن الضيف وتعين على نوائب الحق عائشة بنت أبي بكر أصغر من تزوج وأعز من أحب تعرضت للمحنة ونزل فيها القرآن واسده في إجرته روية عنها الكثير من هدي الدين وإحكامه ولا أعظم من المحن لروحانيتها من تحققها من حقيقته صلى الله عليه وسلم بقولها كان خلقه القرآن زينب بنت جحش بنت عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر السماء في الخبر المعروف كانت قوية قوة شخصيتها مقترنة بعمق روحانيتها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى امرأة أكثر خيرا وأكبر صدقة وأوصلها للرحم وأبدل لنفسها في كل شيء يتقرب به الله تعالى من زينب فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شملتها الآيات التي نزلت في آل البيت المطهرين تزوجها علي ولم يكن يملك شيئا من متاع الدنيا وشاءت حكمة الله أن تكون الأصل المباشر في الحبل الممدود من النسب الشريف بين الناس وكفاه ذلك روحانية وتشريفة وقد أفعم مثالها السني جو المسلمين بعبق الروحانية عبر العصور أما الصحابيات فانكتفي بذكر خمسين منهن جمعوا بينهن مسائل تتعلق بالحقوق أولا أسماء بنت أبي بكر اشتكت شدة الرجل فنصحت بالصبر وكانت تقول لبناتها أنفقنا ولا تنتظرنا الفضل كانت تقول لولدها المضطهض عبد الله عيش كريما وموت كريما ثانيا خولة بنت مالك اشتكت للرسول ظلم زوج طلقها بظهار الجاهلية الذي يحرمها الحقوق فنزل فيها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي فكانت شكوها سببا في إلغاء ذلك النوع من الطلاق المشعف ثالثا حبيبة بنت زيد حاول الرجال غمطة أحقها فنزلت في قضيتها أحكام الإرث رابعا أمات عبد الله بن رواحة كانت سوداء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدها بعدقها والتزوج منها فقال ناس المسلمين نكح أما فنزل ولا أمات مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم وفي الآية إشهاد بجمال الروح الرميساء أم سليم أسلمت ولما أراد أبو طلحة أن يتزوجها اشترطت عليه فكان ذلك مهرها فأي رحانية اشترطت عليه الإسلام فكان ذلك مهرها فأي رحانية أبلغ من هذه وبعدها دي تأسيس هذا ننتقل للمحور الثاني المتعلق بعدي التقصيص ونقول لقد تحققت التزكية كما بشر بها الوحي قرنة بالتبليغ فتحول بها الصحابة من إخلاق الجاهلية إلى بكارم الإسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقعت بدل في أحوال المسلمين المادية والاجتماعية لم تواكبه طاقة مناسبة في التزكية فظهرت تحديات من أعظمها إغراءات الإطراء وغياب التضامن المناسب وبارزت الأنانية التي حضر منها الشرع وسمها بالهوى المطاع والشح المتبع وهذا لا يعني أن الأمة كانت كلها عاجزة عن فهم ما وقع بل إن التعبير عن ذلك الفهم جاء رد فعل في الصميم وهو رد حركة التزهود ولكن الفضاء المتاح لتلك الحركة كان هو الهامش وبدل أن تصبح الروحانية أي كبح جماح الأنانية هي مضار دين الأمة توقف الاهتمام في الأغلب عند العبادات في مظاهرها ودخلت الروحانية فيما يمكن أن نسميه بعدي التخصيص وتسمية يشفع لها كلام بن خلدون حين يقول لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف والعبادة والانقطاع لله تعالى والإعراض عن زخروف الدنيا وزينتها وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشل إقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخلطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ويمكن أن نستدل على إسهام النساء في روحانية هذا العصر بملاحظة على تراجم الزاهدات الواردات في آخر كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلم المتوفى عام 412 وعددهن 84 وإطارها الزمن هو القرون الأربعة الأولى والسماط الروحانية الغالبة عليهن هي المجاهدة في العبادة الزهد في الدنيا تجرد من الحضود حتى بالنسبة للآخرة طربية النفس خدمة الخلق وتعظيم حقوقهم الحرص عالكس بالحلال شكر النعمة سبيلا للمحبة الإنفاق الحكمة المتصلة بالدوق في المعرفة انتقاد المظاهر بما فيها مظاهر العلم وفصاحة الكلام ومن أقوال هؤلاء الصالحات مما يزيد به هذا المجلس مسكن واعطرا قول رابعة العدوية الشهيرة الباب مفتوح ولكن الشأن في من يريد أن يدخله ولا يتسع الوقت والكلام عن تأثير رابعة في روحانية الإسلام والمسيحية ونكتفي بالإشارة إلى أن رجل الدين والكاتب الفرنسي الشهير بوسوي كان يوجه تلميذه الأمير لوي دفرانس لضفة بن لويس الرابع عشر للتأمل في حكمة رابعة العدوية على غيران ما كان يفعله جده سان لوي وبعد رابع أن ننتقل ننقل عن مؤمنة بنت بهلول قولها استفدت أحوالي من اتباع أمر الله وسنة رسوله وتعظيم حقوق المسلمين والقيام بخدمة الصالحين وقول لباب العابدة وهي من أهل الشام معرفة الله تورث المحبة والمحبة تورث الشوق والشوق يورث الأنس والأنس يورث المداومة على خدمته وموافقته وعن أنيسة بنت عمار العمل يجب أن يكون معه ثلاثة إشياء الإخلاص والصواب والسنة وعن أم الفضل وعيطية العمل بالعلم في إخلاص في إخلاص العمل لله لا في اكترة العبادات وعن أم علي بن حمشاد الأكوان كلها أسباب لقطع العبيد عن مكونها ومن طريف الحكمة النسوية عند هؤلاء النساء ما حكي عن إحدى العابدات وكانت تسمى ذكارة أنها رأت يوم العيد رجلا يأكل الحلوى المسمات بالفالودج وهي مثل الشباكية عندنا فقالت له هل أصف لك نوعا من الفالودج خذ سكر العطاء ونشى الصفاء وماء الحياة وسمن المراقبة وازعفران الجزاء وصف كل ذلك بمناخل الخوف والرجاء وانصب تحته أفران الحزن وركب تناجير الكمد واعتقده بأقفال الاعتبار وأوقب تحته نيران الزفير وابسطه على الحذر حتى يضربه نسم هواء التهجد فإذا أكلت منه لقمة تصير من الأكياس وتبرأ من الوسواس وقد بهرت روحانية هؤلاء النساء ساتد العصر في الرقائق فقد كان سفيان التوري يسمى رابعة بالمؤدبة وكان دنون المصر يقول عن فاطمة النسابوريا إنها أستاذته وكان أبو سليمان الداراني يقول عن أم هارون دمشقية ما كنت أرى أن يكون بشام مثل أم هارون وأودعى أبو سعيد الخراز أمت الحميد بن القاسم وصاياه وأتنى الجنيد والنور على فاطمة الملقبة بزيتناه وقال أحمد بن حنبل من أحب أن يعرف بعده عن سبيل الورعين فليدخل على زبدة ومضغة أختي بشر الحافي ويسمع من مسائلهما ويبصر طريقتهما وبعد تيار التخصص الزهدي تكرس استمرار روحانية الإسلام في أصناف من أهل الورع اشتهر من بينهم تيار التصوف وهو موضوع المحور الثالث في الدرس لم يتوقف هذا التيار عند المجاهدة بل سعى إلى التحقق والمشاهدة ومع توالي القرون صار له إشعاع غامر على عموم الأمة احتى نالت تقافته أطيافا من الجمهور الواسع قد تميز بالصرامة في الاستمداد من القرآن الكريم ومن مثال الكمال النبوي الظاهر والباطن وجاءت التعابر عن جربته بأدواق تجاوبت معها الأمة على قدر ما يناسب الأفراد والجماعات والذي لا جدال فيه وأن الصوفياء أقاموا دعوتهم على العنصرين الذين البنا عليهم تعريفنا للروحانية وهما التوحيد مع التحلي بإخلاقه والتزكية التي تعتمد الطرويد ولاسي معا طريق الدكر الذي يتمر اليقظة والشعور والمحاسبة وإذا كانت الرقابة والتقافة الغالبة ظلت تحد من مشاركة النساء في هذه الروحانية المكرسة فإن رحابة التصوف مثلت مع ذلك الفضاء الأوساء لبروز النساء في الاندماج الروحي بجميع تجلياته ولحضور النساء في هذه المرحلة ثلاثة مظاهر مظهر عرفاني ومظهر سلوكي ميداني ومظهر جمالي وجداني أما المظهر العرفاني فيتمتل في نظر بعض العارفين في مقام المرأة في الوجود ونقف عند بعض ما ذكره بيارت الصدد الشيخ الأندلوسي محيد من عربي وهو مغربي أيضا لأنه أقام بفاس ولقي أكابرها في عصره ولا سيما في مسجد عين الخيل وفي صفره إلى مراكش جاءه الفتح في الموقع المسمى بقسر جنوب مدينة سلطات إنه الشخصية العرفانية الأكثر شهرة في عصر نهادة وخلاف الاتهامات الموجهة إليه فإنه كان لا يرى انفصالا للحقيقة عن الشريعة ولم يستعمل قط مصطلح وحدة الوجود الذي يشناه عليه يذكر ابن عربي المرأة بصدد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فيقول فإنما حبب إليه النساء فحن إليهن لأنه من باب حنين الكل إلى جزئه ولهذا قال حبب ولم يقول أحببته لتعلق حبه بربه حتى في محبته لمرأته فإنه أحبب حب الله يهو تخلقا إلهيا فشهود الرجل الحقي في المرأة أتمو وأكمل ولهذا لهذا أحبص الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحقي فيهن فمن أحبى النساء على هذا الحد فهو حب إليه ومن أحبهن على جهات الشهوات الطبيعية فقد نقصه علم هذه الشهوة فكان صورة بلا روح عنده وغاب عنه روح المسألة فما أعلمه صلى الله عليه وسلم بالحقائق وما أشد لعايته للحقوق فمن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن بل من كمال العارف حبهن فإنه ميرات نبوي وحب إلهي فلما كانت الإنسانية حقيقة جامعة للرجل والمرأة لم يكن للرجال عن النساء درجة من حيث الإنسانية ففضلوا الرجل بالأكملية لا بالكمالية فمنزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد منزلة الرحم من الرحمن والرحمة المجعولة هو ما يجده كل واحد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه فيحن إليه ويسكن هذا نموذج من الحضور روحاني للمرأة في نظر عرفان الإسلام أما حضورها السلوك الميداني فنذكر فيه ثلاثة أصناف هنا الملهمات والمتصدقات والمبجلات فمن الصنف الأول نذكر بصفة عامة أن الكناية عن المعرفة أو الحقيقة الملهمة للطلب والشوق عند شعراء الروحانية تكون باسم امرأة كما في قول القائل بها قي سلوبنا هام بل كل عاشق كمجنوني ليلى أو كتير عزتي ثم نذكر ملهمتين حقيقيتين هما ابنة ظاهر الإسباني واسمها النظام وهي التي ألهمت ابن عربي ديوانه ترجم الأشواق في مكة وقد شرحه شرحا عرفانيا حتى لا يبتهم بدون ما قصد إليه وملهمة الإمام الجزولي ذلاء الخيرات وهي امرأة من فاس عرف أنها بلغت مقامها الروحي بالإكتار من الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام فألف كتابه ونكتفي في ذكر المتصدقات بالإشارة إلى أميرات المغرب الوالدة أسماءهن في التاريخ على التوالي على توالي العصر وما قمنا به من بناء المرافق والجوامع والمدارس وما وقفناه من الأوقاف على مختلف الأغراض الروحانية النافعة أما المبجلات فنجد المئات من نساء لا إعرف المغاربة لهن قدرا في الروحانية فبنوا على قبورهن قباب المزارات فمن بين الأضريحة الموجودة في المغرب اليوم وعددها يزيد عن خمسة آلاف ما يقرب من مائة وخمسين ضريحا للنساء ولو وقع البحث عن متيلاتهن في العقود الأخيرة على غرار ما فعل الأستاذ المرحوم الحسن العبادي بالنسبة لمنطقة السوس لتحصل من البحث أسماء الآلاف ممن حفظتهن الذاكرة القريبة إن شح المصادر في مادة الإخبار عن النساء يرجع كما بينا إلى نظرة معينة للمرأة ابتداء من القرن الرابع العجري ولكن ذلك التحجير ليس سواء في كل المجتمعات الإسلامية والتخوف الحالي هو من انتقال التشدد لا سيما عند الفئات الاجتماعية البسيطة تحت ضغوط الصدمة من السلوك في البيئة المحيطة أو الحيرة في النموذج إلى أطراف كانت فيها المرأة تنعم بروحانيتها في إطار تقافتها المحلية وهنا نمر إلى المحور الأخير حول مدى أهمية الكلام عن روحانية النساء في يقتن الحاضر فنجمل سمات هذا الوقت من جهة الروحانية فيما يلي أولا غلبة الانشغال بمشاكل العيش والتعايش دون استحضار الهدف والمعنى ثانيا توجه إلى تهميش الدين في زاوية الحياة الفردية ثالثا ضعف حصيلة تقدم بالنسبة لأمن الإنسان وسلمه وسعادته رابعا ارتفاع الأصوات بضرورة مراجعة نظام العيش السائل خامسا حيرة المسلمين في ديل النظام المذكور بين فقر فكري عاجز عن استيعاب العصر وبين مقتضيات الانتماء إلى منظمة الإسلام المتكاملة سادسا انبعات متطرفين في بلاد الإسلام جلبوا النظر إلى الدين بفهم مقلوب فبدل أن يكون إطار الآخرة مقترنا بالاعتدال في الأولى صار مرتبطا عند هؤلاء بصناعة الانتحار هذا في جانب الروحانية أما في جانب حياة النساء فإن العصر يتميز بسماة تالية أولا مشاركة النساء على نطاق واسعين في الفضاء العام ثانيا محافظة معظمهن على الأدوار السابقة إلى جانب الأدوار الجديدة ثالثا ارهاق النساء بمتطلبات مادية مظهرية بعيدة عن الروحانية تشجعها التجارة رابعا قيام حركات حقوقية يذهب غلاتها إلى حد ربط الحرية بنكران الاختلاف في وضائف الجنسين خامسا حيرة المرأة بين مرجعيات تأصيلية وبين فهم للدين يتحكم في بعضها الخوفان القديمان الخوف من المجاز والخوف من المرأة مع اتخاذها عنوانا لمحافظة سطحية قد ترغم فيها على مظهر كائب بالرغم من الرصد السلبي المذكور يلوح في الأفق توجه إلى القيام الروحانية في العالم ونقتصر فيها تشانع الإشارات السريعة الآتية أولا بدء الكلام من دستينات القرن الماضي عن سلم حاجات الإنسان الأساسية ووجوب إدراج حاجات روحانية ضمنها ومن المنظرين لهذا التوجه خبير المناجمنت الشهير أبرام ماصلو ثانيا ظهور حركات مسيحية لا سيما بعد فاتيكان الثاني تركز على روحانية النضال اليومي بجوانبه الاجتماعية ثالثا لاهتمام الغربي المتزايد بالديانات الأسيوية المبنية على تمال الاسترخاء والتأمل مثل اليوغا رابعا الكلام لا سيما في شمال أمريكا عن روحانية النسائية بعضها مقطوع عن الدين وبعضها موصول به خامسا طرويج بعض الجهات لإمكانية الاستعادة عن طقوس الأديان القديمة بروحانية فتوحة سادسا الاهتمام بالغيرية والتضامن في المبادرة الإنسانية بعد أن كان كتاب إنراند فضيلة الأنانية هو إنجيل لبراليا في النصف الثاني من القرن الماضي أمام هذا كله تبدو روحانية الإسلام بتفعيل العطاء ومنهج التزكية والاستنبات من التوحيد صالحة للاقتراح على العالم حتى في غياب تطبيق مقنع لها في أوصات المسلمين ولعل أفق إسهام النساء في هذا الاقتراح يستند إلى عدد من العناصر الموضوعية منها أولا الدور الروحاني الأساسي المتمتل في الأمومة وهي العطاء الأكبر عطاء الحياة والذي وإن اشتركت فيه جميع الإنات فإنه يختلف إذ استند إلى الأمانة التي حملها الإنسان ومن هنا نجده مقترنا ببعد الروح في قوله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات ثانيا الدور الأساسي للأمهات في التنشئة على الممارسة الذاتية للتزكية أي على محاسبة النفس ممزوجة بالحنو الذي يتسرب إلى الفطرة ويصغ الوجدان ثالثا دور المرأة ومسؤوليتها في تصور جهاز معيشة مبنية على الرفق بدل الإرهاق والتكلف لأن الإنسان لم يولد مستهلكا وإنما ولد محتاجا إلى الأمن والجمال وبهذا الصدد نذكر عن إحدى عارفة القرن الرابع واسمها نسبة بنت سليمان أنها قالت لزوجها إن الله سائلك عني لا تطعمني إلا حلالا ولا تمد يدك إلى ما فيه شبهة بسببي رابعا دور النساء في حماية الجمال الروح المستدام الذي يتطلب التحرر من منافسة جهنمية في المظاهر يسعرها الإشهار خامسا دور النساء المطلوب في ابتكار أنواع من المتعات بالطيبات ويمكن أن نعطي لكل ما ذكر عنوانا عاما هو الضور المطلوب من المرأة في تنمية الصحة الروحانية للعالم ومن خلال هذه التنمية تحرر نفسها وتحرر الرجل بالتباعية ومع هذا التحرر بالتوحيد يصبح للإشكالية الحالية سواء ما يتعلق منها بالحرية أو بالهوية أو بالحقوق مقاربة أخرى لمكامن الظلم وموارد التظلم فالذي جرى عليه اهتمام الناس لحد الآن هو الصحة البدنية والصحة العقلية أما الصحة النفسية أي القوة المسمات بالنفس في القرآن فلها ثلاثة تجليات فهي إما أمارة بالسوء وهذه حالة المرض وإما لوامة وهذه حالة تشقيص الداء والشروع في الدواء وإما مطمئنة وهذه حالة الصحة المرتجات وبقدر ما تؤدي التزكية إلى تحرر النفس من المؤترات الخارجية أي الأغيار والتعلقات المادية بما فيها طغيان الرئاسة بقدر ما تتأهل هذه الإنسانية لاستشراف الصحة الروحانية المطلوبة إن الظروف مناسبة للتبشر بهذه الصحة الروحانية على أيدي النساء لتدارك ارتباء الرجال في تحقيق حياة السلم للعالم والاستثمار في هذه الصحة الروحانية مربح لما ينتظر منها من الوقاية من نسبة كبيرة من الأمراض الكبرى المتمتلة في الحروب والإزمات والتوترات ومن الأمراض الشخصية في الأبدان والعقول والسلوك وبتوسيع اتقاء شح النفس على صعيد الفرد والجماعة تتتحقق ضمقرة هذه الصحة الروحانية ومن شروطها تحرير مفهم التوحيد من فهم الحرفيين الذين يقصرنه على الأقوال ليتهم به الأمة بالشرك ويهدم المزارات والحالة أن مفهم التوحيد ينبغي أن يترسخ في الأدان مقترنا بأمر أساسي هو الحرية إزاء ثلاث صلات سلطة النفس وسلطة الآخر إذا كان ظالما وسلطة التملكات دا وقع نسيان المنعيم بها مولا يا أمير المؤمنين إن الصحة الروحانية بالمفهم الذي تصورناه تتوقف عليها سعادة النساء والرجال على السوا وللرجال فيها لحد الآن مسؤولية قبرى لما غمطوا من بعض حقوق النساء وعدم تيسير سبيل الفلاح أمامهن وإن الصحة التوجه بالسرعة للقدر الممكنين يتوقف على ثلاثة أمور أولها ما أنتم بصدده يا مولاي من تزكية عن طريق المؤسسات أي الإصلاح السياسي لأن إعطاء كل ضحق نحقه وتعبئة المؤسسات الصاهرة على التخليق ومحاربة الفساد بكل مظاهره أمور تدخل في باب التطهير الذي هو مرادف للتزكية ثانيا ما توجهنا إليه يا مولاي العلماء والعالمات في المجلس الأعلى الذي يشرف برئاستكم السامية من عناية بمكارم الإخلاق والعبعاد الروحية كقيام الهم على شؤون فقه العبادات والمعاملات وذلك ببلورة برنامج للوقاية والتنمية الروحانيتين يكون للنساء ضور مركزي فيهما ثالثا ما وجهتم إله يا مولاي من الإصلاح في ميدان التعليم الديني وهو إصلاح من شأنه أن يسهم في ضمقرطة هذه الصحة الروحانية إذا انتضمت عناصره حول انفهم التحيد بأبعاده التزكوية التي رعاها الصالحون من هذه الأمة وكخلاصة فإن الله تعالى يتجلع العالم باسمه السلام وهو سبحانه الذي ارتضى لعباده دين الإسلام ورحانية هذا الدين هي السلم الذي له تفعيل أساسي هو العطاء بالمقابل العادل وضده الشح الذي تترجمه في اقتناش تمظائر الأنانية أي الأخذ بلا عطاء أو الأخذ بمقابل عطاء مجحف وهذا السلوك هو الأصل في جميع الحروب وقد سهمت النساء في أمة الإسلام بالعطاء الأكبار كأمهات وكما ادبرت الحياة المادية والعاطفية والروحية للأسر كما سامل في المجالات المتاحة لهن سواء وصل إلينا الخبر بها أم لم يصل وأمام مشاكل الحاضر ينتظر منهن الاستمرار في تضحيتهن وأن يعمل بمرجعية التزكية وعدم إيطار الدنيا على الآخرة من أجل إسعاد أنفسهن وإسعاد الرجال وإنقاذ العالم الذي توقع دونار حروبه ولا سيام من لدن من استعملنا المرأة في الفتنة والإغواء ويحاول ندفعها إلى أنانية ليست في الأصل من طبيعتها وأصل طبيعتها هو السلم والعطاء وصدق الله العظيم إذ يقول فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكدب بالحسنى فسنيسره للعسرى والختم من مولانا أمير المؤمنين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد نجيب سبحانا أمريكا بالإستعمال سبحانا أمريكا بالإستعمال الرمضانية يتقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سيد أحمد توفيق للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله عدد من السادة العلماء الضيوف يتقدمون للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ يونس توري رئيس الاتحاد الفيدرالي للتجانيين بالكود ديفوار الأستاذ مالي كونتي إمام راتب شيخ الطريقة التجانية بكود ديفوار الأستاذ محمد أمين توري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأستاذ الحاج عثمان زنايدو أستاذ بجامعة نيامي بالنيجر الشيخ أبو بكر ميغا الخليفة العام للجامعية الإسلامية التيجانية ببوركي نفاسو الأستاذ روحاني مباي أستاذ جامعي بدكار بالسينغال الأستاذ إبراهيم سيلا المدير الوطني للشؤون الإسلامية بغينيا الأستاذ محمد يحيى محمد إلياس أستاذ باحث بكلية الإمام الشافعي بجزر القمر الأستاذ محمد ديبرت بيكو مسؤول إدارة الدعوة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامي بالقابون الأستاذ عبد الرحيم شيئة ثاني مدير مركز اللغات والترجمة والتدبير بكوتونو بالبنين الأستاذ محمد أشيبوانا المنسق رئيس الشؤون الدينية في المجلس الأعلى الإسلامي بكينيا الأستاذ محمد السيد الخير أبو القاسم عضو هيئة علماء السودان ومستشار شؤون القرآن الكريم بالسودان والأستاذ محمد المختار والدباه رئيس جامعة الشنغيطة الإسلامية بموريطانيا إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر